بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق بقدرته ورباهم بنعمه وأسبغها عليهم ظاهرة وباطنة وأنزل عليهم شرعه المبين هدى ورحمة للعالمين وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحبة سيكون لنا حديث متصل بإذن الله في هذه الأيام المباركة عن فريضة الحج في زمن هذه الجائحة التي عمت أقطار الدنيا وعطلت كثيرا من المناشط وأثرت على كثير من الأعمال وهي إلى ذلك قدر من أقدار الله سبحانه الذي لا يجري في كونه شيء إلا بعلمه وحكمته وإرادته وهذه الجائحة وإن ضيقت على الناس في أمور كثيرة إلا أن المسلم ينظر إليها على أنها قدر من الله الذي له الخلق والأمر يجريه كيف شاء متى شاء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولعل عقبتها أن تكون خيرا للمؤمنين توقظ قلوبهم وتزيد من تعلقهم بربهم ولجوئهم إليه فيصح بذلك دينهم ويقوى إيمانهم وكم من محنة يقع فيها العبد في دنيا تضيق بها نفسه ويشتد عليه كربها ويعظم أمرها فتكون عاقبتها منحا ربانية يشديها الله سبحانه وتعالى له وهداية وتوفيقا وفرجا يفرج لله به عليه والمسلم في كل حاله في حال المحنة وفي حال المنحة صابر شاكر يعلم أن كل ما يصيبه إنما هو بقدر الله ولو كشف غطاء القدر للمخلوق لعلم أن ما قدره الله له هو الخير جاء في الحديث الصحيح عن الصحابي الجليل صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير ما يدل المؤمن على صحة وصدق هذه المعاني فكم ابتلي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي أصحابه بما هو معلوم لا ينكر منذ أن جهر بدعوته إلى الله وإلى ترك الشرك وعبادة الأوثان أوذي بالأقوال الفاحشة المنكرة التي لم يتورع أصحابها عن إلحاق أي وصف خسيس مرذول به عليه الصلاة والسلام وهو من يعلمون في شرف محتده وكرم خلقه وطهارة ونزاهة تعامله قالوا عنه ساحر وقالوا مجنون وقالوا كذاب وحاولوا بكل وسيلة صرف الناس عنه وقطع صلتهم به بل ضربوه وألقوا عليه الأقدار وهو يصلي أمام الكعبة وتطور الأمر إلى أن وصلوا في نهاية المطاف إلى العزم على قتله ليلة الهجرة ولكن أن لهؤلاء الشراظ من المفسدين أن يمنعوا قدر الله الغالب هو الذي أرسل رسوله ووعده بالنصر والتمكين ومثل ذلك حصل لأصحابه الذين قبلوا دعوته في مكة فمنهم من قتل ومنهم من ضرب ضرب ضربا شديدا وأوذي أذى عظيمة حتى هاجر جمع منهم فرارا بدينهم إلى الحبشة رجالا ونساء في حادثة الهجرة الأولى كل ذلك وهم صابرون محتسبون ما يصيبهم في جنب الله وما حدث للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف كثيرة في قتال الأعداء ولكن كانت نتيجة صبرهم على أمر الله أن نصرهم الله ومكن لدينه وأظهر أمره ولم يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه إلا وقد انتشر الإسلام وعز المؤمنون وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا ومن هنا أيها الإخوة نوقن أن الابتلاءات هذه إنما هي تمحيص وتقوية لإيمان المؤمنين ورفع لدرجاتهم وفريضة الحج التي نعيش هذه الأيام فيها ونتنس معبيرها ونتطلع إلى أن نكون ممن يؤديها هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما جاء في الحديث الصحيح الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام لجبريل عليه السلام عندما سأله عنه قد جاءه في صورة رجل فقال أخبرني عن الإسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت الحديث وروا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقد ابتدأ أمر الحج منذ أن بنى نبي الله إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل البيت الحرام في هذا الموطن بأمر الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما اكتمل البناء أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج والقصة كما جاءت في كتاب الله الكريم في قوله جل ذكره وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله هو هذا البيت قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقد ثبت في الحديث الصحيح فيما رواه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال أربعون سنة واستجابة الناس لهذا النداء الرباني بالحج والذي أمر به خليل الله إبراهيم عليه السلام منذ أن نادى إبراهيم به وإلى ما بعده من القرون وإلى زمننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آية من آيات الله لمن تأمل فيها وتدبرها ببصيرة وعية فإنك تجد المسلمين في أقطار الأرض كلها يعقدون العزم على هذه الرحلة المباركة ويعدون العدة لها مدة قد تطول كثيرا لا بأمر سلطاني ولا بتكليف من أحد من البشر ولا من أجل طمع في شيء دنيوي وإنما من أجل الوصول إلى هذه البقاء الطاهرة والأنس برؤية بيت الله العتيق وأداء هذه العبادة رجاء فضلها وخيرها وبركتها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولهذا ترى المسلم يدخر من ماله ربما لسنوات طويلة رجاء أن يوفر تكاليف الحج وترى كم يتكبد وكم يعاني في سفره من ترك أهله وموطنه وعمله وغير ذلك ومن لم يستطع الحج لعدم قدرته على نفقته تظل هذه أغلى أمنياته في أن يحقق الله له ذلك وقد ورد أن هؤلاء الحجاج الذين كتب الله لهم أداء هذه الفريضة إنما كان حجهم استجابة لنداء خليل الله إبراهيم عليه السلام بأمر الله فإنه شكى إلى ربه أن صوته لا يمكن أن يصل إلى الخلق جميعا فأمره الله أن ينادي وتكفل بإبلاغ صوته لكل من كتب الله له الحج كل هذا يحدث والبيت وما حوله في مكان ليس فيه مما يطمع فيه الناس من المياه والخضرة ولطافة الجو والمتع والمباهج التي توجد في الطبيعة ويأنس بها الناس ليس فيه شيء من ذلك إنه التقدير الإلهي والدافع الإيماني الذي يحرق هؤلاء البشر في كل زمان للقدوم إلى هذه البقاء الطاهرة ولو كانت هذه البقاء جنة الدنيا هواء وماء وخضرة ونظارة والله قادر على ذلك لربما قدم الناس إليها من أجل هذه المتع ولكن إرادة الله قضت أن يجعل القدوم إلى هذا المكان خالصا للعبادة وطلبا لمرضاة الله والفوز بما وعد به وقد قال إبراهيم عليه السلام في مناجاته لربه عندما جاء بزوجه وولده الرضيع وتركهما في هذا الوادي الذي لم يكن فيه وقتها أنيس ولا ماء ولا شجر قال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقد حقق الله له ما دع به فجعل أفئذة العباد تهوي إلى هذا المكان فأصبح من أكثر بقاع الله عمارة وقيض الله له أن تجلب إليه الثمرات من كل مكان فهي موجودة به وإن لم تخرج منه كما قال ربنا تبارك وتعالى ممتنا على قريش ومذكرا لهم بوجوب طاعة الله وتذكر نعمته عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون فتعلق القلوب به وهو على هذا النحو من أعظم الآيات على قدرة الله سبحانه وحكمته وقد استمرت مسيرة الحج في كل عام منذ بداياتها لم تتوقف إلا في أوقات محددة يسيرة أعظمها وأشنعها توقف الحج في زمن دولة القرامطة لمدة قاربت عشر سنوات حيث قدموا إلى مكة واستولوا عليها في بداية القرن الرابع الهجري وقتلوا الحجاج قتلا ذريعا والحجاج يطوفون بالبيت ويبتهلون إلى الله لكن ذلك لم يشفع لهم عند هؤلاء الفجرة حتى قيل إنهم قتلوا ثلاثين ألفا منهم ورموا بجثث كثيرة في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وذهبوا به إلى عاصمتهم في بلاد هجر في البحرين فامتنع الحج هذه السنوات بسبب هذا الطغيان الآثم الذي حال بين الناس وبين فريضة الله حتى أذن الله بزوال هذه الغمة وعادت الأمور كما كانت بفضل الله وعاد الحجر إلى البيت وفي أزمنة أخرى امتنع الحج من بعض الأقطار لوجود أمراض وأوبئة أو لوجود أمور ونزاعات سياسية أو غير ذلك ولكنه بقي قائما بمن هو موجود هنا وستستمر هذه المسيرة المباركة بإذن الله فلا تنقطع ونظرا لهذا الظرف الطارئ ظرف الوباء العارم فإنه ليس بالإمكان قدوم المسلمين من أقطارهم لأداء فريضة الحج هذا العام لما يحدثه هذا من تزاحم وتقارب قد يزيد من خطورة انتشار الوباء بشكل كبير تعجز جهود الجهات الصحية والرقابة عن تدارك خطره ويكون له من الآثار المدمرة في الأنفس والأموال الشيء الكثير فأوقف السماح بالحج مؤقتا حتى يقضي الله بزوال هذه الغمة عن العالم فيتمكن الناس من أداء نسكهم بيسر وسهولة في أمان وطمأنينة بإذن الله وهذا ليس منعا لفريضة الله التي افترضها على عباده ولا يملك ذلك أحد من الخلق ولكنه عمل بما أرشدنا الله إليه من الأخذ بوسائل الوقاية والسعي إلى ما فيه دفع الضرر واستبقاء الحياة كما في قوله جل ذكره ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقوله جل ذكره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وقد أحسنت حكومة هذا البلد وفقها الله في أخذ الاحتياطات اللازمة لهذا الأمر بأخذ الاستعدادات الممكنة للحيلولة دون تفشي الوباء ومن ذلك عدم السماح بقدوم الحجاج لهذا العام وأبقت مع ذلك على الشعيرة في وقتها بأعداد محدودة محافظة على استمراريتها وعدم انقطاعها ودفعا للضرر وتقليصا لدائرة الخطر حسب الإمكان وهذا من أهم واجبات ولي الأمر أن يتخذ من التدابير المشروعة ما فيه مصلحة البلاد والعباد هذا وبالله التوفيق وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين